في بداية أي فعل أو عمل نجد الكثير من الأشخاص يتحمسون بكل إرادة وجد لدرجة الإتقان في نجاح وازدهار هذا العمل وكذلك بناء صمعة طيبة مع الناس أو ترك بصمة فيهم لكن هذا الحماس يقل وتتراجع مؤشرات الجودة فيه وتتدن معايير الإتقان فيه وقد يكون الاندفاع الأولي للإتقان وإظهار الاجتهاد سوى وسيلة مؤقتة لغاية أخرى كالحصول على مال أو عمل أو تقدير أو الفوز بعلاقة اجتماعية أو تأسيس مشروع إلى وللأسف بمجرد الحصول على الهدف المراد به يتنازل الشخص عن الإتقان والعمل بكل جدية ويتضاءر مستوى أدائه وبالتالي تتراجع قيمته بعدما ضمن ما أراده وبالمقابل فالعمل الذي يجعل الشخص ناجح في عمله ويشهد له بالكافئة هوات عملها مع الإحسان والإتقان كغاية أساسية في حياتها وذاته وليس مجرد وسيلة مرحلية تختفي مع الوقت لذلك يجب على الإنسان أن يسعى لتطوير نفسه واغتنام الفرص للحصول على الأفضل ودافعه الأساسي في الحياة هو حب الإتقان في كل شيء بغض النظر عن المقابل هل تحقق أم لا وفي الأخير يجب أن نتعامل بإتقان العمل لأجل العمل وأما المكافئات فستبقى رمزية لأن النتيجة دائما ستكون إيجابية مع حسن العمل ولو بخسارة فقد فعلت ما عليك وأكثر وستكسب احترام الناس بهذا العمل بكل تأكيد اشتركوا في القناة